بالعودة إلى أثر اتفاق أو الإنسحاب أو إعلان الإنسحاب من اتفاق الجزائر لسلم المصالحة في مالي أعتقد أنه يدخل الشعب المالي الذي يعتبر الحلقة الأضعف اليوم في دوامة من الاستقرار ويرمي به نحو المجهول على اعتبار أن اتفاق السلم المصالحة كان عبارة عن واثيقة شاملة متوازنة تم بناؤها وتصميمها بالشكل الذي يضمن التوافق ويحقق أيضا تقريب وجهات النظر وأيضا كان عامل استقرار منذ 2015 إلى يومنا هذا وبالتالي اليوم في ظل غيابي بدأ إلى منطقية وواقعية نجد أن أي خطوة ترمي إلى الخروج من اتفاق السلم المصالحة في مالي هو عبارة عن سوء تقدير وعبارة عن خطوة انتحارية غير محمودة العواقب وأثرها ستعمق الأزمة في الداخل المالي وستعرقل وتعيق التنمية ليس فقط ربما ستضرب الأمن والاستقرار إضافة إلى أنها ستعمق الفجوة المرتبطة بالتنمية وارتباط ذلك بالوضع الإقليمي لأنه اليوم ما ننساش التحالف الوظيفي بين جماعات الجريمة المنظمة يوم تجارة السلاح الإتجار بالبشر تجارة المخدرات التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط الإجرامي والإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي هذا كله يدفع نحو تعميق أو زيادة حجم انتشار التطرف في المنطقة وأيضا يدفع نحو الاستقرار ونحو تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية وأعتقد أن هذا يشكل تهديدا مباشرا لقضايا السلم والأمن الدوليين